بتأخير شهر فقط عن الموعد الذي ضربه بايدن، الولايات المتحدة تحقق هدفها المتمثل في تلقيح 70% من البالغين بجرعة واحدة من لقاحات كورونا. وظهرت البيانات أن 60% من البالغين و50% من إجمالي السكان تلقوا اللقاح بالكامل. وحددت إدارة بايدن في البداية يوم الاستقلال للوصول إلى هذا الهدف وأعلان النصري على الوباء. لكن انخفاض معدلات التلقيح خصوصا في المناطق المحافظة تقليديا في الجنوب والوسط الغربي أدى إلى تفويت هذا الموعد. وأدى هذا التأخير إلى جانب انتشار متحور دلتا الشديد العدوى إلى ازدياد متوسط عدد الإصابات اليومية الذي يتجاوز حاليا 70 ألف حالة ويرتفع على نحو سريع. وتستقبل المستشفيات في كل أنحاء البلاد ما معدله 6000 إصابة يوميا فيما يموت أكثر من 300 شخص بسبب الفيروس. وعلى الرغم من أن المتحور دلتا يمثل تهديدا إلا أن اللقاحات لا تزال تتيح لمعظم الأشخاص الذين تلقوها بأن لا يصابوا بشكل حاد. ووفقا للسلطات الصحية الأمريكية فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 8 مرات. كما أنهم أقل عرضة بـ 25 مرة للدخول إلى المستشفى أو الوفاة. وتناقش السلطات الأمريكية ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة ثالثة لمجموعات معينة كمن يعانون من نقص المناعة. واتخذ بايدن سلسلة إجراءات لتعزيز التطعيم في الولايات المتحدة بما فيها إلزام ملايين الموظفين الفيدراليين إما بالتطعيم وإما بوضع كمامات بشكل مستمر والخضوع لاختبارات منتظمة.